عقد حزب الإصلاح والنهضة الجلسة النقاشية الثامنة من سلسلة الصالونات السياسية مشان موضوعات الحوار الوطني بعنوان أفاق تطوير التعليم ما قبل الجامعي تطرق الصالون في جلساته إلى ثلاثة محاور منها استراتيجيات التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية الجديدة وأبرز التحديات في ملف التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية الجديدة وأفاق تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر رؤيتنا كحزب الإصلاح والنظر في مدفع التعليم متعلق بالمناهج مهم جدا أن تكون المناهج مواكبة للتطور اللي بيحصل يعني احنا بنقول مثلا أن العالم مقابل الثورة الصناعية اللي الرابعة اللي احنا بنسميها الثورة التكنولوجية غير العالم ما بعد الثورة التكنولوجية وبالتالي مهم جدا أن يكون ده يعني منعكس في المناهج اللي بيتلقها الطالب المناهج اللي كانت تصلح في أجيال سابقة مش هتصلح دلوقتي لأنها مش هيكون لها طبقات عملية إحنا لما جينا ندرس الملف فإحنا رصدنا فيه خمس تحديات موجودة في الملف لو المناهج رقم واحد المعلم رقم اثنين طالب وليل أم رقم ثلاثة البنية التحتية رقم أربعة التمويل والإدارة والحوكمة دي ركت رقم خمسة فلو بنتكلم في قسط المناهج إحنا هنا عندنا كمان شوية حاجة دقيقة في قسط المناهج أنا هنا مش بكلم أو بعرض في توصيات قسط المناهج بس الأكاديمية أنا هنا بكلم أن التعليم هو المفتاح الرئيسي لتحويل الجمهورية الجديدة من حلم إلى واقع حقيقي اتشرفت اليوم بحضور الصالون السياسي الخاص بأفاق تطوير التعليم قبل الجماعي والأقام حزب الإصلاح والنهضة والحقيقة أنه كان نقاش سري للغاية وتناول عديد من الموضوعات المتعلقة بستراتيجية التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وأيضا الرؤى المستقبلية فيما يتعلق به منظومة التعليم على المدى الطويل والحقيقة كمان أن الاستراتيجية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي والتي ينتهجها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كانت واضحة وشفافة للغاية منذ بداية العام الدراسي وتم الإعلان عنها بشكل كامل والتي تعتمد بشكل واضح وصريح على تطوير طريقة التعلم للطلاب والابتعاد عن الحفظ والتلقين وتحقيق نواتج التعلم وإدراك المفاهيم الكبرى والابتكار والإبداع والإمام بالمعلومات العامة السالون بتاع النهاردة هو السالون الثامن لحزب الإصلاح والنهضة هو ضمن سلسلة من الفعاليات الخاصة بالخوار الوطني أهمية السالون أنه بيتكلم عن ملف مهم جدا وهو ملف التعليم التعليم شيء أساسي والتعليم هو سبب تقدم أي دولة في العالم كل الدول اللي حصل لها تنمية اقتصادية كان جزء من قيام وحدوث هذه التنمية هو وجود العلم ووجود تعليم جيد ترجمة نانسي قنقر